السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معاكم الدرس الأخير من دروس الوحدة الثانية من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث وبالمبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن project أي مشروع الوحدة أعمل إما ثنائي أو مع مجموعة قوموا بعمل قائمة من الوجبات الخفيفة والحلويات الموجودة في دولة التي تعيشون فيها وابحثوا أيضا عن الوجبات الخفيفة والحلويات في دول أخرى من دول العالم العربي واضيفوا أيضا دولتان أخرتان من الدول العربية اجمعوا المعلومات وقوموا بكتابة ملاحظات في هذا الجدول عن التالي اسم الحلة أو الوجبة الخفيفة أصلها من أي مدينة المكونات المستخدمة لعملها كيفية تحضيرها أو طريقة العمل الطريقة التي تقدم فيها والمناسبة التي تقدم فيها أيضا قوموا أيضا باختيار بعض الصور لهذه الأكلة أو ممكن أن تقوموا برسمها قوموا باستخدام هذه الملاحظات كي تقوموا بعمل ملصق أو عرض باوربوينت وتقدموه لصفكم هنا لدينا في هذا الجدول country and origin الدول التي تقوم بعمل هذا النوع من الحلويات أو الوجبة الخفيفة لدينا السعودي أرابيا السعودية سيريا عراق لبانون وجردان إذن لدينا هذه الدول يمكن أن نختار نوع واحد من الحلويات أو الوجبات الخفيفة التي تقدمها إحدى هذه الدول العربية اخترنا لكم دولة السعودية name of desserts أو snack هي لقيمات بالنسبة للإنجريدينس أو المكونات لدينا هنا الإنجريدينس المكونات لعمل اللقيمات one cup of flour كوب من الدقيق one cup of syrup drink كوب من الشيرة frying oil زيت قلي a quarter teaspoon of salt ربع ملعقة شاي صغيرة من الملح one tablespoon of instant yeast ملعقة طعام كبيرة من الخميرة one tablespoon of corn starch ملعقة أيضا طعام كبيرة من النشا a tablespoon of sugar ملعقة أيضا كبيرة من السكر half a spoon full of powdered milk نصف ملعقة ممتلئة من حليب البودرة three quarters of a cup of warm water ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافي أما بالنسبة للpreparation أو طريقة التحضير فهي كالتالي first we dissolve the yeast in a quarter cup of water then add sugar to it سنقوم بإذابة الخميرة في ربع كوب من الماء الدافي وإضافة السكر إلي then in a large bowl we mix the flour salt and starch then we make a large hole in the middle of the bowl to add the dissolved yeast to it وبعد ذلك في إناء كبير سنقوم بخلط الدقيق والملح والنشا وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة في منتصف الطبق ونضف إليها الخميرة المذابة after that we mix all the ingredients by hand سنقوم بخلط جميع المكونات باليد add water if the dough becomes solid وسنضيف بعض الماء إذا كانت العجينة جامدة put the dough in a warm place and wait for two hours نضع العجينة في مكان دافئ وننتظر لمدة ساعتان finally we heat the frying oil over the fire in a wide sauce pan using our hand we take a quantity of the dough and then squeeze it and with a small spoon we take small bowls from it put it in the oil until it becomes crispy then we fry the whole dough add the syrup to it then we serve it في النهاية سنقوم بتسخين الزيت القلي على النار في مقلات واسعة نستخدم يدنا كي نقوم بأخذ كمية من العجينة وإزالتها باستخدام ملعقة صغيرة نأخذ كرة صغيرة منها ونضعها في الزيت حتى تصبح مقرمشة وبعد ذلك نقلي جميع كمية العجين نضيف الشيرة إليها وبعد ذلك نقدمها أما بالنسبة للبريزنتيشن طريقة التقديم فتقدم كالتالي هنا لدينا صورة اللقيمات طريقة تقديمها وممكن إضافة بعد البستاشيو وهو الفستق الحلبي إليها وتزينها به أما بالنسبة للأوكيجنز المناسبة التي يقدم بها هذا النوع من الحلاء يقدم في رمضان اخترت دولة أخرى تقوم بعمل إحدى أنواع الحلويات وهو رز بالحليب اشتهرت به الأردن والكثير من الدول العربية بالنسبة للإنجريدينز المكونات لدينا كوب من الرز المغلي حليب سائل ملعقة طعام كبيرة من السكر ملعقة كبيرة من ماء الورد أربع خيوط من الزعفران أيضا بعض حبات الفستق الحلبي للتزين وممكن أن نستخدم أيضا في التزين العسل والزهور أما بالنسبة للبريبيريشن أو طريقة التحضير فهي كالتالي أولا في طنجرة على النار سنضع الحليب مع الأرز المغلي وخيوط الزعفران والسكر وماء الورد بعد ذلك سنترك هذا الخليط حتى الغليان والأرز يطبخ جيدا وبعد ذلك خليط الأرز هذا يسكب في أطباق ويترك حتى يبرد قليلا ويوضع بعد ذلك في الثلاجة حتى يتماسك مع بعضه البعض أخيرا عند التقديم هذه الأطباق تزين بالفستق الحلبي أو العسل والأزهار أما بالنسبة للبريزنتيشن طريقة التقديم فهي كالتالي يقدم الأرز بالحليب على الشكل التالي يوضع في أطباق أما بالنسبة للأوكيجنز المناسبات التي يقدم فيها هذا النوع من الحلة هو يمكن عمله في أي وقت من اليوم وفي أي وقت من السنة ويمكن للطلاب والطالبات اختيار أي دولة من هذه الدول العربية وغيرها من الدول العربية تحديد نوع الحلاء المشهور في هذه الدولة والبحث عن مكوناته وطريقة عمله وكيفية تقديمه والمناسبة التي يقدم به وعرضه إما على شكل بوستر أو كعرض باوربوينت للصف والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وقطعوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا